ما يفوق 170 ميلي مترا هي كمية الانطار التي استقبلتها اراضي سوز خلال موجة تساقطات المطرية الاخيرة فهي كمية لم يسبق تسجيلها في هذه المنطقة من قبل ما ادى الى وقوع حوادثة منها انهيار هذه القنطرة الواقعة على وادي تمراخت شمال اقاديره المنطقة لم تسجل لحسن الحظ خسائر في الالواحة اما المادية فأتت اخفا مما تم تسجيله خلال فيضانات سنة 2009 مثلا نظر الامطار الغازية اللي عرفتها جل جهة المملكة المغربية فالمدير العامة الوقاية المدنية قامت بجنيد مجموعة من الطاقات البشرية وكذلك مجموعة هائلة من الامكانيات والاليات التي تستعملوا في مجال الانقاد انحصار اثار الفيضانات الاخيرة على جهة سوسماسا درعا اتى نتيجة تفعيل برنامج حماية اقادير الكبرى من الفيضانات البرنامج الذي انطلق عقب حوادث 2009 شمل انجاز مجموعة من قنوات تصريف لمياه الامطار وصدود حماية تطوق المدينة اضافة الى يقض اتخالية ازمة انشئت لمتابعة تطورات الاحداث على الميدان في المساعة اللقب جهة سوسماسا درعا فان مصالح الوقاية المدنية بهذا الجهة قامت باجراءات استباقية واجراءات وقائية تمثلات في تقريب المنقيدين والالية التدخول الى المناطق التي كانت من المنتظر او من المتوقع انها تأثر بفعل الترابات المناخية وتأثر كذلك عرضة لارتفاع من سوب المياه وبالفعل فان هذه استراتيجية السباقية والوقائية قد اتت اكلها بحيث انه تم بالفعل تقريب مدة التدخول والقيام بتقديم المساعدة للاشخاص الذين كانوا في حاجة اليها مدينة اغادير كانت قد شهدت خلال الاسبوع المنصرم تساقطات مطارية غير مسبقة بلغت ازيد من 170 مم خلال 6 ساعات فقط في حين سجلت خلال سنة 2009 حوالي 90 مم فقط تسببت في فيضانات واسعة شلة المدينة وتسببت في خسائر بادية وبشرية ترجمة نانسي قنقر